وإلى آخر التطورات الميدانية في البلدات والمدن السورية حيث شنت مقاتلات الأسد الحربية غارات جوية استهدفت مدينة مورك ومحيطها بالريف الشمالي في حماء كما تعرضت الأراضي الزراعية لمدينة مورك لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد وفي إدلب قتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وعشرات الجرحة في غارات روسية مكثفة على مناطق عدة في محافظة إدلب كما تعرضت مدينة تلبيسة في حمص لقصف مدفعي وصاروخي ما أدى لسقوط جرحة في صفوف المدنيين وفي مدينة حمص أصيب شخص بجروح جراء قصف بالإصطوانات المتفجرة واستهداف برصاص القناصين على حي الوعر المحاصر يأتي ذلك فيما استهدفت عناصر الأسد أحياء درع البلد المحررة بقصف بصاروخ أرض أرض وبالرشاشات الثقيلة وقذائف الهون وتعرض تل عنتر أيضا لقصف مدفعي هذا وتمكن الجيش الحر من تنبير معدات عسكرية تابعة لقوة الأسد استهدفها بصاروخ نوع فاقوت بقرية طعومة بجبل الأكراد في اللاذقية في حين غارت الطائرات الحربية على محاور بلدة كنسبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر